عاش مولانا القاضي وعاش القضاء الليبي النزيح هذه شعارات التي طالما ترددت على أفواه الكثيرين فوجود رئيس المحكمة العليا في مكتب ما لا صفة له ويده خالية من مطرقة العدالة أمر مشين ويدعو إذا القلاق لقاء تناول بحسب إيجاز صادر من المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي الغير الدستوري عن آخر تطورات الوضع الراهن كما ناقش سبل دعم المؤسسة القضائية وتوفير المتطلبات الضرورية لتؤدي مهامها في ترسيخ قيم العدالة والمسواء وحماية الحقوق والحريات العامة في المجتمع باستقلالية بعيدا عن التجاذبات السياسية كما نوها الصراج الغير الدستوري ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي من جانبه أشاد الغير الدستوري الصراج بتماسك مؤسسة القضاء وعملها كوحدة موحدة في البلاد وتحدث عن أهمية تكوين الكوادر القضائية بما يمكنها من أداء دورها الهام والأساسية وتناسى الحافي أن الاجتماع مع من لا صفة له يعتبر شيئا مخلا بالقانون وتدخل السراج وحكومته الغير الدستورية ببحث بعثة من القضاة والعدل إلى إيطاليا فيجب على الحافي أن يطمئنا بأن القضاء نزيه وأنه بخير ولا يعاني من أعراض فبراير فملامح الاجتماع وبعض الخبثاء يتحدثون عن تفسيرات غير مريحة فلا نظل أن القاضي الذي يزم الجميع بظهورة التنفيذ سيكون أول من يتجاهل أحكامه يا سيد القاضي كن عونا للشعب الذي يعاني من الخارجين عن القانون والرافضين لأحكامه ونصيرا له ضد تغول مقتصب السلطة محمد العزومي ليبيا الحدث